إنشاء ويكي تستخدم الويكي لإنشاء مساحة للتعاون داخل المقرر الدراسي حيث يستطيع الطلاب استعراض والمساهمة في تحرير المحتوى وتعتبر الويكي أداة يتم بناؤها بشكل جماعي حيث تشكل مجتمعا متعاونا مفتوحا للجميع وهي تعتمد على جهود الطلاب عن طريق إضافة المقالات والأبحاث والصور والفيديو والروابط الإلكترونية أو حذفها أو التحكم في تغيير محتويات الويكي وتعتبر أداة فعالة لتفعيل التعلم التعاوني بين الطلاب وبناء المشاريع المشتركة وسنتعلم في هذا الدرس ما يلي أولا إنشاء الويكي ثانيا ضبط خيارات الويكي في البداية اذهب إلى صفحة مواقع الويكي الرئيسية إما عن طريق لوحة التحكم ثم اضغط على أدوات المقرر الدراسي تظهر قائمة منسدلة منها نختار مواقع الويكي اكتب اسم الويكي في مربع الاسم ثم اكتب وصفا لهذا الويكي وما هو المطلوب من الطلاب في طريقة استخدام الويكي يمكنك أن تتيح هذه الويكي للطلاب مباشرة من خلال نعم ويمكنك أن تخفيها عنهم من خلال لا كما بإمكانك تحديد خيارات ظهور محدد واختفاء محدد من خلال تحديد الإتاحة حدد حالة التحرير للطلاب من خلال وصول الطلاب ثم اختر مفتوح للتحرير وإذا أردت إيقاف التحرير بعد مشاركة الطلاب في هذه الويكي اختر تم الإغلاق للتحرير كما بإمكانك أن تجعل هذه الويكي مقيمة من خلال تفعيل التقدير وتحديد الدرجة المناسبة في مربع النقاط المحتملة ثم حدد متى تريد أن تظهر لك علامة يتطلب تقدير لكي تقوم بتقييم مشاركات الطلاب حدد عدد المشاركات من القائمة المنسدلة كما بإمكانك تحديد تاريخ الاستحقاق والذي يعتبر آخر موعد للمشاركة في هذه الويكي أخيرا اضغط على إرسال نشاهد الآن تم إنشاء الويكي الجديد في صفحة مواقع ويكي ولفتح هذه الويكي اضغط على اسم الويكي من هنا بإمكانك إضافة محتوى جديد من خلال إنشاء صفحة ويكي أو تحرير أو إضافة لمحتوى موجود من خلال تحرير محتوى الويكي أو إضافة تعليق كما تستطيع من هذه الصفحة أيضا تقييم الطلاب من خلال زر المشاركة والتقدير شكرا لمتابعتكم